اللي هيخليني في حلقة النهاردة ان انا اتكلم مرة تانية على اعلان ديتبول 3 ان مع كل مرة تتفرج على الاعلان ده بتكتشف حاجة جديدة وده اللي انا جاية وضحه في حلقة النهاردة ان فيه تفاصيل كده مستخبية ما ينفعش ان انت تاخد بالك منها من اول مرة وبالمناسبة كده لو ما اتفرجتش على حلقة بتاعت انبارح واتحليل اعلان ديتبول هسيب لك كده لينك الحلقة في الديسكريبشن تحت او في الاي لفوق اتفرج عليها تفيدك كده جدا وبفكرك كده معي ان فيه صفحة على الاستجرام وكمان الفيسبوك هناك بنزل اخر الاعبار سايب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت ولو اول مرة تدخل هنا على القناة بنتكلم عن كل حاجة اللي هي علاقة بعالم مارفل وكمان دي سي ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول واللايك والكومنتات ويلا بينا نبدأ الطبيعي مع اي تريلر بينزل لأي فيلم انت بتعمل عليه حلقة واحدة تتعرض معانا في سنة الفين اربعة وعشرين وكمان من اضخم اعمال عالم مارفل السينمائي فبالتالي مستحيل ان انت تطلع كل التفاصيل اللي متواجدة في التريلر بتاع الفيلم من اول مرة علشان كده مع الحلقة اللي فاتت كنت اعمل حساب ان انا هعمل حلقة تانية لان بعد ما نزلت الحلقة دي اكتشفت تفاصيل كتير جدا فبعد المقطع الدعاء لنزل للفيلم ديت بول وكمان التحليل ان انا عملته هنا على القناة الحلقة اللي فاتت فهنا بيوضح معانا بشكل كبير احداث الفيلم ممكن تبقى ماشي ازاي فعشان كده في حالة النهاردة لما نيجي نوضح بقية التفاصيل ده هيفيدنا بشكل كبير جدا يعني حاجة من دي من الحاجات هتعرفنا شخصية ديت بول هتكون متواجدة فين وكمان هتعرفنا على الشخصيات اللي ممكن تظهر معانا في الفيلم وده الطبيعي يعني في اعلان زي ده ان اي تفصيلة صغيرة هتفرق معاك بشكل كبير جدا فاول حاجة معانا كده ودي ممكن اتكلمت عليها في الحلقة اللي فاتت هو ظهور شخصية فيكتور تايملي ولكن بشكل غير واضح ولقطة زي دي كان عليها كلام كتير جدا اطارة ده فعلا الجينوسون ميجورز اللي هيكون ممثل تاني او حد شبيه ليه في التيفي اي بس في كده الاحوال مش دي الحاجة المهمة ان انا هتكلم عنها في اللقطة زي دي اذا ما وضحت لك كده انا اتكلمت عليها في الحلقة اللي فاتت ولكن المهم بالنسبالي ان وارا الشخصية دي رسمة بتعبر عن شجرة المالتي فيرس وطبعا دي الشجرة اللي متواجد فيها شخصية لوكي واللي شفناها في نهاية المسلسل بتاع لوكي الموسم الثاني كمان الرسمة دي احنا شفناها في نهاية الموسم الثاني كانت واضحة بشكل كبير على الشاشة الخاصة بالتي في اي احنا خلاص كده عرفنا بشكل رسمي ان احداث الفيلم من بدايتها هتاخدنا كده مع تيفي اي في جولة سريعة علشان بعد كده الفيلم يتبني على القرار اللي هيتاخد مع شخصية ديت بول في تيفي اي وبما اننا لسه في تيفي اي فخلينا برضو نتكلم على اللقطة اللي ظهرت على الشاشات بتاعت تيفي اي اسناء ما كانت شخصية ديت بول متواجدة هناك برضو شرحتها في الحلقة اللي فاتت ولكن هنا بتشوف حاجة جديدة تركزت هنا شوية في الشاشات الصغيرة المتواجدة تحت كان فيه شخصية ديت بول ولكن هنا لابسة بدلة فأنا بنعرف كده ان ده ريال رونولز في العالم الحقيقي وهو بيستلم جائزة ايمي وده يعتبر اللي حصل معنا في الشهر اللي فات يعني بعرفك كده ان تيفي اي هي بتجيبك حتى لو انت متواجد في العالم الحقيقي او العالم الواقعي دي حاجة طبيعية جدا مع شخصية ديت بول لان يا شخصية ديت بول في الاساس هي بتكسر الجدار الرابع برضو دي حاجة شفناه يمكن قبل كده في نهاية فيلم ديت بول 2 لما قدر الشخصية ديت بول تنتقل للعالم الواقعي وتقتل ممثل الشخصية الممثل ريال رونالدز قبل ما يقبل دور جري لانتران الخاص بعالم دي سي فهو هنا يعتبر بيلحق نفسه قبل ما يقبل السكريبت ده لان زي ما احنا عارفين ان فيلم جري لانتران اتابع لدي سي وكان البطل بتاعه ريال رونالدز كان فيلم مخيب للامال بعد كده بنروح للقطة الشعيرة بتاعت وولفرين ولكن هنا بالبدلة البيضة طبعا زي ما وضعت لك في الحلة اللي فاتت ان دي برضو نفس البدلة اللي زارت معانا في الكوميكس طيب انا هنا في الحل اللي فاتت اتكلمت على شخصية وولفرين بس هنا هديك معلومة كمان صغيرة ان الشخصية دي في الكوميكس سمير باتش اول حاجة بس احابب اوضحها بيقول لحد دلوقتي مش ده الممثل هيو جاكمان يكون فعلا نسخة من وولفرين ولكن بممثل اخر هنا لما نيجي الراكز على الشخصية من ظهرها بس فعلا ان الظهر مختلفة عن شخصية هيو جاكمان بل كمان تحس ان دي كده اصغر في السن وكمان في الجسم ممكن كمان برضو شخصية وولفرين دي في نفس النسخة اللي تقدمت معانا في الكوميكس خصوصا في الطول زي ما احنا عارفين في الكوميكس هي شخصية وولفرين قصيرة عكس طبعا الممثل هيو جاكمان تعتبر اطول من الشخصية بشوية حلوين ايه لازمة الكلام ان انا قلت ده كله؟ اقولك دلوقتي والله بس اصبر عليها بس فالكلام ان انا قلت ده كله علشان بس اوضح لك الاخبار اللي كانت منتشرة من فترة لان استوديات مارفل كانت بتدور على ممثل تاني غير هيو جاكمان يعمل دور وولفرين والاخبار كلها كانت متجهة للممثل دانيال راتكيلف ايوه ده الممثل بتاع هاري بوتر ويمكن دي حاجة مش جديدة عليك لان معظم الفان زي يعرف على الكلام ده بالفعل الممثل ده في الغالب هيكون هو وولفرين بل كمان لو هيو جاكمان اعتزل الدور ده في الغالب هو اللي هيكون مكانه ثم بعد اللقطة دي وبعد ما الجميع اكد ان ده بفعل الممثل في اللقطة دي شايف ان الاقبال عليه اقبال كويس ولكن انا الميزة في الموضوع اللي احنا ما شفناش وجه الشخصية دي يعني من اخر كده هي مارفل صيعة ظهرتش معانا شخصية وولفرين من وجهه وده رغم التسريبات اللي زت قبل كده واكدت ان فعلا وولفرين هو هيكون هو جاكمان لان بعد التريلر ده شايف ان مارفل هي محضرة مفاجأة كبيرة جدا يعني بشكل كبير ممكن نشوف اكتر من نسخة لشخصية وولفرين مع كل شخصية بنشوف ممثل شكل وده انا حاجة برضو شايفها اللي هي مميزة في الاعلان التشوية بتاع ديت بول سري ان الاعلان هنا مظهر لكش شخصيات كتير على الرغم ان الفيلم ده هيظهر فيه شخصيات كتير جدا تقدمت معانا قبل كده دي ممكن حاجة ما خلتش معزم الفنزل بعد ما تتفرج على التريلر ده ان هي تتحمس لكن بالنسبة ليا ده الافضل احسن ما تحمس واشوف لقطات تحرق عليها الفيلم طيب خلنا نرجع تاني لنفس اللقطة بتاعة شخصية وولفرين او باتش عشان برضو لسه هنتكلم عليها شوية كمان لحس كده ان فيه شخصية قعدة قدام شخصية وولفرين فهنا بنسبة كبيرة دي شخصية تم التأكيد بالفعل ان هي تظهر معانا في فيلم ديت بول سري شخصية الجانب بعد ودي بالفعل شخصية تقدمت معانا قبل كده فيلم الخاص بشخصية وولفرين اورجانس كمان كانت بتساعد لوجان في الفيلم ده والاخبار طبعا مؤخرا كان بتأكد على عودة الممثل مرة تانية ان هو المفروض يظهر معانا في فيلم ديت بول سري علشان كده بعد اللقطة دي بيقال ان دي بفعلا شخصية الجانب بعد ومش شرط تكون النسخة اللي تقدمت معانا في فيلم وولفرين وممكن تكون النسخة مختلفة كمان برضو من ضمن اللقطات اللي لفتت الانتباه طبعا بنشوف كده في الاعلان كم لقطة وارا بعد كده سريعة بنشوف لقطة لإطلاق الرصاص من مسد الصغير ما بيأكد معانا كده ان دي شخصية لدي ديت بول وهنا من الحاجات اللي بتخليها متأكدين من شكل كبير فعلا ان هي الشخصية دي برضو من الاخبار اللي انتشرت مؤخرا ان الشخصية دي تظهر معانا في الفيلم هنا طبعا الاخبار ما كانتش بتتوقف لحد هنا فقط كمان كان فيه اخبار منتشر ان احنا هنشوف بيبي ديت بول وكمان كيد ديت بول فهي ما جاتش يعني على شخصية بيدي ديت بول برضو الاخبار كانت متأكد معانا ان احنا برضو هنشوف نسخ مختلفة من شخصية ديت بول فعشان كده بشكل كبير وارد الشخصيات اني قلت عليها دي تظهر كمان نشوف نسخ مختلفة من شخصية ديت بول نفسه برضو ما شوفنا كده في الصور اللي اتصربت قبل كده سيال ديت بول تعس كده انه مدى على شخصية ديت بول ساموراي بنسبة كبيرة كده هنشوف نسخ كتيرة من شخصية ديت بول يعني ينهر جنان نروح بعد كده على اللقطة دي وطبعا هتكلمت عنها في الحلقة اللي فعتت وقلت ان السينان اللي ظهرت دي هي شبهها بشكل كبير بالسينان الخاص بالسرير شخصية هالك اللي ظهر معانا في فيلم راجنا روك لكن اللي خلنا تكلم مرة تانية على اللقطة دي ان فيه كلام مؤخرا ان اللقطة دي متواجدة في الزمن بتاع لان لو قرنت الصورتين مع بعض اتلاقي ان الالوان مقاربة بشكل كبير جدا ولكن من وجهة نظر انا بستبعد الموضوع ده شوية بعد كده بنروح لللقطة الشهيرة اللي كانت في الغبات واثناء مكان ديت بول بجحارب جنود تيفي ايه واللي زي ما قلت كده ان المكان ده شابه بشكل كبير بفيلم لوجن او نهاية الفيلم وكمان شابه بشكل اكبر بفيلم ايج اوف الترون لان لو نكمل مع ايج اوف الترون خدنا نقول ان الشخصيات بتاعة الاوفينجرس هتظهر قدام شخصية ديت بول في اللقطة دي اخيان معايا كده لو مشهد زي ده تم صدقني فعلا الموضوع هيختلف بشكل كبير جدا علشان هنا لو تخياننا السيناريو اللي ممكن يحصل فخدنا نقول لك كده بدال ديت بول هو بيتلعب بالزمن اوارد جدا ان هو ينقص شخصيك وكسيلفر ان المفروض اصلا بتموت في نهاية الفيلم ده ما ننساش في المشهد ده ان هيكون معانا شخصية هال بالتالي احنا في الفيلم موجود معانا شخصية وولفرين اخيان معايا الاتنين يعملوا فايت مع بعض ولكن في النهاية عشان ما ارفعش سعف وطموحاتها كوي دي كلها مجرد تخيلات مش اكتر بعد كده نروح للمكان اللي اسمه فوت او الفراغ اللي شفنا طبعا في مسلسل لوكي اللي كلمت عنه برضو في الحلقة اللي فاتت قلت اني في المكان ده هنشوف حاجات كثيرة جدا عشان برضو وقت اعادة المقطع الدعاية يبتاع الفيلم ده نشوف بالفعل السيارة الخاصة بمون نايت اذا ما ظهرت معانا في التسريبات قبل كده نشوفها هنا بشكل رسمي في الاعلان الدعائي وبما اننا موجودين في الفراغ ده وبنشوف فيه مشاهد كثيرة جدا اللي اقول لك برضو هتوقف عند اللقطة لجندي التيفي اي بيطلب المساعدة من الشخصية ديت بول طبعا للحظات كده بسيطة جدا منشوف زي ما يكون فيه شبح بيخطف الجندي الخاص بالتيفي اي علشان وارد هنا يجي في بالك حاجات كتيرة جدا ولكن عشان خاطره بصد عليك الموضوع نقول لك ان ده الكائن اللي اسمه اليوف وطبعا دي من دمن الحاجات اللي زارت معانا في مسلسل لوكي بيأكد كده ان الكائن ده هيبقى موجود معانا في فيلم ديت بول سري معركة اللي احنا بنشوفها دي اكيد هيخلصها على ناس كتير جدا وانا في النهاية اروح لنهاية التريلر عشان نتكلم هنا على كتاب السيكرت وورز وانا هنا مش هتكلم على كتاب السيكرت وورز او اللي انا اتكلمت عنه في الحلقة اللي فاتت طبعا سينا خلينا ندأق في الصورة دي اكتر وخلينا كمان نركز في الجانب بتاع الكتاب ده لان فيه بوائز وجاجة سودا مكسورة لما اقتلك قبل كده ان مارفل عمرها ما بتحط حاجة كده ان هي مجرد صدفة لكن بيكون اصداها مية في المية خلينا اقولك كده ان ازازة السودا دي هي بشكل كبير شبيهة اللي زارت معانا في فيلم انكريدوبول هالك واللي بعدها قتلت استال لي ترى مارفل هنا تقصد ايه بحاجة زي دي هل فعلا ممكن هنا نشوف شخصية انكريدوبول هالك مرة تانية بتظهر معانا بصراحة اتمنى حاجة زي دي احسن من شخصية هالك اللي موجودة معانا في الام سيو ولكن برضو على الجانب التاني خلينا نقول ان هو مجرد تلميح مش اكتر لشان برضو الواحد ما تعشمش بشكل كبير وفي الاخر ما يلاقيش ان هو متوقعه في الفيلم اذلك الامر برضو انت كفانز او محب طبعا لعالم مارفل تاني الفيلم ده بفارغ الصبر لاش برضو ترفع سقف طموحاتك قوي علشان في النهاية ما يحصلش عكس اللي انت متوقعه طبعا انا بقول لك حاجة زي دي لان بصراحة من بعد الفيلم والموضوع هنا بماشي في مصدقية ودي ممكن الحاجات ان انا لاحصتها بعد ما عدت التريلر مرة تانية اكيد الايام اللي جاة برضو هنكتشف حاجات اكتر نعرف حاجات اكتر كمان عن الفيلم واللي برضو هتكلم عنه هنا على القناة اول باول وهنا كده نكون وصلنا النهاية الحالة فما تنساش لو انت اول مرة تدخلها لعا القناة تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول واللايك والكومنتات